أهلا بكم من جديد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي تستعد العاصمة أبو ظبي غدا الثلاثاء لاحتضان فعاليات الدورة الأولى من قمة اللغة العربية التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب بالتعاون مع مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة تحت شعار اللغة وصناعة الهوية بمشاركة كبيرة لنخبة من المفكرين والأدباء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم يناقشون مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة بلغة الضاد وذلك بالتزام مع استمرار الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية في الثامن من ديسمبر كل عام